بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم وتابعين متابعاتي حبايب قلبي شونكم أخباركم إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية يا ربي واللي أول مرة يزورون قناتي وأجبتهم أتمنى يشتركون بيها يفعلون خاصية الجرس يضغطون على اللايك ونطيهم قلب آماني وكون ممنونة منكم متابعيني حبايب قلبي اليوم أم آماني حبيب قلبي سوت بيتزا هي وأحفادي يحبون البيتزا شوفوا قلت لها هذا المي شنو هذا المي يعني البل معون بس مي وشنو قالت لأ حليب ومي وخمرة حتى يتفاعلن وخليهن فوق الطحين مثل ما شفتوا وأعجنهن وكل شوية أخلي شوية دهن على يدي وأعجنها العجينة يعني هي عجنتها بها شغلتها يعني شون قلتش يعني الدهن تخلي على يدها دهن وتعجن يعني ما عرف شغل يعني القياس ما لدهن شغل خلت ما أدري عجنتها وخلتها بصفحة وبدأت تسوي الزلاطة أما بالنسبة لها تقولون إيدها طالعة والله هي يعني ما تعرف تشغل إذا ما هي تمشكل إرداناتها وأول مرة هي يعني تصور تصوير هي حتى ما تحب التصوير على المدة تقول ما أخذ راحتي يعني نزل الدانات شوان ما عرفه أشغل إرداناتي ما رافعتين شوفوها إذا منزل الدان والإيدة اللي تقص بيها مما منزلتها المهم متابعيني حبايب قلبي شوفو هذا الزيت خلت يعني بصينية وحتى تخلي العجينة شوفو حبايبي تخلي العجينة فوق الزيت وتفرش بهاي الصينية مالت الأوفن طبعا الصينية مالت الأوفن مثل ما قلت لكم يعني هي مالت بيزة يعني كل شي صغيرة الصينية مالت هذا الأوفن الجديد يعني حيلة صغيرة مالت بيزة يعني مو مالت أكلية أو شي بس يعني اللي نسوي بيها بس مو مالت يعني هالشغلات هذي حيل الصغار الصياني المستطيلات اثنيا وهي الشسمة المدورة واحدة للبيزة فبعد ما اختمرت العجينة عالما كملت لأنه بخلي خمره كثير عالما كملت الخضروات لأن أحفادي مايحبون هذا اللحم ولا الصوسج يعني بفوق الشسمة هي تحب الصوسج بس أحفادي مايحبونه طعين علي يعني هم مايحب الصوسج فما بخليه بس يعني بعد ما ثرمتهن الطماطا والبصل والفلفل الأخضر اختمرت العجينة وفرشتها بهاي الصينية مثل ما شوفون حبايبي وخلت عليها كتشب ومتابعين متابعاتي حبايب قلبي أقول شن ألف هلب المشتركات الجدد والمشتركين الجدد كل الهلب يكم نورت قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات حبيبات قلبي شكرا جزيلا للتعليقات الحلوة شكرا جزيلا للدعم المستمر القناتي متابعين متابعاتي تسألوني دائما تقولون لي على مدى الدهن اللي بجدرية ما تتمن يعني تقولون أنت شثير تخلون دهن وشثير تسوون لحم والله يعني حيرة إذا مرأاني سويت يعني تشسمي شجر بدون لحم بالتعليقات يقولون شنو سي بدون لحم ما عدكم لحم أسوي باللحم تقولون ليش تسوي لحم يحيرتوني والله ما عارف شا سوي متابعيني حبايب قلبي اليوم عادي نقول خلا يسوي لكم بيزا وثاني شي على مدى الدهن ما للتمن هذا التمن المواد يعني حيل يحب الدهن إذا ما تخلي له دهن كثير ما يصير شكله يعني ما يصير طعمه طيب يظل مثل مع الجهن ما عرف شونه يعني يعني الولد يردونه هيش يعني هيش تمن مع تعودين عليه بس عرفوني الولد خوا ما يشوفونه بجد رياح نشقد نخلي دهن يردونه دهن يعني قصده تمن يردونه زين ما يردونه تمن معجن أو إذا مرات نخلي قليل دهن يبين شكله يعني التمن موشي ويحشون يقول لاش التمن شايش يعني مطيب والله هي حيرة معدن عارف يعني التمن إذا نخلي دهن يصير زين من هينا ضغط من هينا والله ما عرف شا قول لاش المهم حبيباتي والله ما عرف يعني هي أم أماني هي اللي تسوي التمن أنا إذا كل يوم سوي التمن وطبع نحن نسوي شوية التمن شثيرة نحن جهان يعني كلهم يحبون التمن إذا نسوي التمن شثير طبعا نخلي دهن شثير أنتم ما شوفوني أنا جد من أصور لكم مجد ما عين التمن يعني أكيد إذا نسوي التمن قليل قصد دهن قليل ما يطلع تمن طيب ما عرف شون يطلع والمهم هذا البيتزا مالتنا خلت عليها الخضرة والموزريلة إيش اسمت جبنة خلتها وهي أنا استوت وطلعتها من الأوفن طبعا كهرباتنا صارت أربع ساعات بساعتين شلعة قلوبنا وماكو سحب بمنطقتنا لأن إحنا قدنا محطة دبس الغازية بمنطقتنا موجودة فدائما كهرباتنا كانت موجودة بس السنة تبهدننا حيل حيل تبهدننا والله وهس عاد أنا حتى قلت راح تخلينا بالأوفن تطفي بس الحمد لله ما طفت إلى أن استوت قامت تقصها وانطفت الكهربات ما شوفون شوفوا كانت كلش طيبة وتمنيتكم وياهم وأكلتوا لأن ما حبها وسهمكم ألف عافية وإلى هنا أقولكم معالف سلامة